يقول النازحون في مخيم سبع كاري أنهم في حالة بؤسوا أن انقطاع المساعدات الإنسانية أدى إلى تعقيد معاناتهم وأضافوا أنهم بحاجة إلى العودة عاجلا إلى منازلهم نحن موجودون في مخيمات سبع كاري المؤقتة للنازحين تحت إشراف المنظمات الدولية للهجرة نحن نعاني بسبب نقص الغذاء والأدوية وغيرها من التحديات وكما عانينا خلال السنوات الثلاثة الماضية فإننا نعاني من صدمات نفسية وجسدية الآن ليس هناك سلاح والموت الصامت مستمر بعد الاتفاق كنا نعاني طوال السنوات الثلاثة الماضية وليس لدينا أي شيء لقد جئنا من حمر فارغ اليدين نحن بحاجة إلى حل وسلام في تقراي بأكملها لأن المشكلة منتشرة في كل مكان المنطقة تم نحصل على الطعام لمدة تسعة أشهر يعاني كبار السن والأمهات المرضعات وأيضا النساء المصابات نفسيا من نقص الغذاء نحن في أزمة لقد توقفنا عن تناول القمح منذ أربعة أو خمسة أشهر جميع المواد هنا بدون طعام الناس يموتون لدينا العديد من التحديات نحن بحاجة إلى حل إذا أعدتمونا إلى ديارنا فنحن مستعدون للذهاب نحن نحب منزلنا وخلال زيارته لمخيم النازحين قال المنصق المقيم للأمم المتحدة ومنصق الشؤون الإنسانية الدكتور رامز ألكباروف أنه يتفهم معاناة النازحين وسيقوم بدوره في التخفيف من المشاكل التي لا يزال النازحون يواجهونها أتفهم أنكم مررتم بوقت عصيب للغاية وأنا آسف جدا وأمل أن تختفي كل مشاكلكم فليكن السلام والحياة الطيبة هو مصيركم للمضي قدما ومن جانبنا سنبذل كل ما بوسعنا لجعل هذا الشيء حقيقة واقعة حتى يعود السلام والحياة الطيبة إليكم في منازلكم من الأماكن التي أتيتم منها من جانبه قال ممثل من الحكومة الفدرالية أن حكومته تدرس المشاكل في معسكر النازحين وتعليق المساعدات القذائية وأضاف أن حكومته تعمل مع حكومة تقراء المؤقتة للحفاظ على السلام إن انتشار السلام هو جزء من مهمتنا ومن الواضح أن نفهم أن الحكومة الفدرالية والحكومة الإقليمية تتعاونان لتحقيق السلام المستدام وتقوم الحكومة الفدرالية بواجبها بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة وغيرها لدعم الشعب